بما أننا بدأنا إمبارح الكلام عن المسلسلات اللي مشاركة في رمضان وإلي كل الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا حتى قبل ما يبدأ عرضهم خلونا نكمل كلامنا النهاردة عن باقي المسلسلات واللي هنشوفها في رمضان إن شاء الله مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينات شربيني واللي بيشهد عودة محمد ياسين للإخراج تاني بعد فترة كبيرة جدا من الابتعاد عن الإخراج والمسلسل بتدور أحداثه حول ماهر وورد وهم عمال باليومية في شركة الماكس للملاحات في الإسكندرية وعاشين مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالد ماهر وبيواجهوا صعوبات واضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ومن المشوار لفاتن أمل حربي لنالي كريم والمسلسل الاجتماعي وقصته بتدور حوالين شخصية فاتن واللي بتطلق من جزها بعد ما بقت مقتنعة إن العشرة بينهم بقت مستحيلة ولكن جزها بيحاول يقنعها إن هم يرجعوا البعض ويفتحوا صفحة جديدة وهي بترفض وهنا بتلاقي نفسها مهددة إنها تتحرم من حقوقها ومن أبنائها لو قررت إنها تتجاوز تاني ومن اللي كريم للأعمال المختلفة والمميزة جدا السنادي وهو مسلسل سوتس بالعربي وطبعا دي النسخة العربية من المسلسل الأجنبي المشهور اللي تقريبا بيحمل نفس الاسم واللي بدأ إنتاجه في عام 2011 المسلسل بيشارك في بطولته آسر يسين طارعماد ريم مصطفى أحمد داود وبتدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق داخل مكاتب أكبر المحامين ومن سوتس بالعربي اللي عشاء الزمن القديم حيتعرض في رمضان مسلسل جزيرة غمام لما يعيز الدين وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وبتدور قصته في سعيد مصر بالعشرين من القرن الماضي عن بيت شافع وأبنائه الثلاثة وابنته سلس والمسلسل مليان بالأحداث الجميلة وأما بقى لموحب يسرى فهتكون موجودة في رمضان بمسلسل أحلام سعيدة مع عبد عادل ومي كساب والمسلسل من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية أما عشاء أعمال الكاتب الكبير أسامة عنوار عكاشة يقدروا يتابعوا مسلسل راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوي ونور وأنشكة وغيرهم من النجوم بتدور قصته حول عودب بليغ أبو الهنى اللي بيقوم ببطولته خالد النبوي لمصر وعليه ديون طائلة نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا فبيضطر للدخول في محاولات الاستعادة حقه من الميراث من ورفة أخو المتوفر